اشهد معل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية بأهمية الدور الأكاديمي والعلمي الذي تقوم به جامعة الخليج العربي ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك بما يسعى إلى تحقيق الاستدامة والتميز في تقديم الخدمات الصحية جاء ذلك لدى زيارة معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى جامعة الخليج العربي وذلك بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وعدد من كبار المسؤولين بالقطاع الصحي والمجلس الأعلى للصحة ومعالي الدكتور سعد بن سعود ألفهيد رئيس جامعة الخليج العربية وخلال الزيارة اطلع معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة على سير امتحانات المفاضلة الذي عقد اليوم للطلبة بعد استفاء شروط القبول للتقدم للامتحانات مؤكدا معالي على استمرار الاهتمام والحرص على زيادة القدرة الاستيعابية لتدريب الطبي وذلك إيمانا بالدور الأساسي لتدريب الطبي في رفع كفاءة الأطباء البحرينيين بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية وتأتي هذه الزيارة في إطار إعلان المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق العمل تمكين عن إطلاق برنامج الطبيب المقيم البورد العربي والبورد السعودي من جانبها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة الدعم المتواصل الذي توليه مملكة البحرين للأطباء من الكوادر الوطنية إيمانا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري كونه محور التنمية الشاملة في كافة القطاعات ومن أهمها القطاع الصحي ومن جانبها صرحت سيدة مهى عبد الحميد انفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن البرنامج يمثل جزءا من التزام صندوق العمل تمكين بتطوير الكوادر الوطنية الأسيما في القطاع الصحي وخلق المزيد من الفرص التدريب وتأهيل البحرينيين لجعلهم الخيار الأفضل في سوق العمل وبدوره أكد معالي الدكتور ساعد بن سعود ألفهيد رئيس جامعة الخليج العربي مدى اهتمامي وحرص جامعة الخليج العربي على مواصلة دعم وتعزيز سبل التعاون والشراكة الفاعلة بين وزارة الصحة والمجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية مع الجامعة ترجمة نانسي قنقر